انا شفت مقطع ما كنت عارف بحور اسمع بحور لكن وجهه ما عرفه صراحة سواله مقطع تكلم على المعلمين وعم المعلمين اكرر عمم المعلمين وسبهم فزادت الشهرة زادت الوافات تحرك اسمه وهو هذا اللي يبيه وبعدين طلع يعتذر بما انك عميت فعذرك غير مقبول عميت الجيد والغير جيد فيه ناس مدرسين غير جيدين نعم قيل المدرسين الغير جيدين فيهم وفيهم السب وشرشع انا معك فيه ناس غير جيدين بس موضوع انك تعم وقلت المعلمين كذا حطتها بنقاطنا المعلمين نايمين طول الثمان شهور يعني كنت مع المعلمين واحد واحد ونيام وما سووا اي شي نايمين ثمان شهور ما عندهم هم قلت لم نرى لم نرى حنة المجتمع معلم مخترع ومبتكر وقلت لم نرى كذلك نرى تكلم عن المجتمع وعنا المعلمين عامة وعنا المجتمع عامة حنة المجتمع لم نرى معلم اطور بالعملية التعليمية هذا اللي قال قلت المعلمين شايفين نفسهم حنة شفنا نتكلم عن المجتمع وتسب قطاع كامل اللي هو قطاع التعليم او المعلمين تقول شايفين انفسهم هما الفهمانين تجالس تسب مجموعة ما انت جالس تسب شخص او مجموعة معينة اللي هما السيئين فانت كلمت عن المجموع قلت المعلم ينتظر بس الراتب وصدور الاوامر يعني ما همتها العملية التعليمية ولا في معلمين حاليا جالسين يطورون بنفسهم ويأخذون دورات انا مطلع شخصيا انا ما راح اتكلم عن نفسي كيفي انا وياك لكن انا مطلع بنفسي على جروب واتساب اشوف المعلمين في دورة فلانية كذا وكذا فيه مقطع فلانية يتكلم عن كذا كلها تطوير بالتعليم فيه ناس مجتهدين مهتمين فيه ناس بالمعلمين اللي تكلمت عنهم قامات قامات كبيرة جدا وفعلا كثير من المعلمين من مجتمع المعلمين قامات لان طبيعة شغلهم تحثهم على العلم مجبر يبحث مجبر يتعلم مجبر يحتك بالمجموعة اللي هم الناس اللي يبحثون بالعلم فالانسان كلما تعلم يزداد تواضع وعقله يكون اركد فانا كأني وانا اشوف كتكلم كأني اشوف جرد حافر حفرة صغيرة تحت صاروخ او مركبة فضائية نهائيا نهائيا مستحيل ان الجرد هذا يأثر او انه ينتقد تكوين المركبة الفضائية يعني شخصيتها فيها جدا فعلا بالنسبة لي يتكلم ما قلت العام اللي انا اشوفه معاني هو المشاهير او بعض المشاهير شف بعض ما اقول الكل اللي اشتهر مجرد انه راح واشترك بقناة ثم صار عليها الاعلام صار اهرج انا شفت مقطع واحد بدون ذكر اسماء كان يرقص بمجلس وطبعا الرقصة دي وراها مشاهدات وراها فلوس يعني ايش الفرق عن الرقاصة مدري فكنت بقول القصيدة يا بنت يلي بالمجال استهزين بس وش قلت قلت البنت حرام انها تصلها القصيدة دي فتحطم الله يعينت الله يعين البنات اللي اهلهم طبيعة بعض البشر يعني داشر ضايع صايع تافه امعه يشتهر فجأة من لا شي الله يرزق اي واحد اشتهر الله يرزق اي واحد اشتهر مهما كان مهما كان يعني ما هو شرط شهادات ولا اي شي شخص حبيب مسالم ما منه مضره للمجتمع ما عنده احقاد ان شاء الله معه شهادت ولا ابتدائي ليلي ما حد له دخل الله يرزقه ايشتهر والله يرزقه هل في نتائج سلبية لشهرة التأثير سلبي على المجتمع هل في احقاد دفينة لا مثل هذول نقول الله يرزقهم ما يحقد عليهم الا واحد مريض لكن شخصية تافهة يطلع الحقد اللي بقلبه على المعلمين من انت من انت تناطح جبل اتناطح جبل يعني حنا نرأف بقرنك ما نرأف بالجبل لانه يجي لشي يعني مثل كنت فعلا يعني حقق شهرة او سوى الحركة دي عشان يحرك المياه الراكدة بتهريجة وتفاهاتها عشان تزيد الشهرة ويزيد متابعين فاتمنى انا وفعلا يعني انا اتمنى لك الشر صحيح ولا اتمنى لك الخير لماذا لانك طلعت اللي بقربك يعني رغم الشهرة ورغم فلوس والله فيه من متابعينك معلمين اتوقع وانا والله ما اعرفك شخصيا بس بعد ما بحث فيه متابعينك معلمين وانت ارقص بالمجلس لك اليوم عندها رجال تهريج تهريج يا مهرج بنتك الله يكون في عونها يا خوفي بكرة لا تبكي يعني تجي واحدة جنبها تقول ابوي تفخر معلم والذيك ابوي يشتغل ويكرف يبيع جح ويشتغل ورجل اشتبه تقول اشتبه تقول حور اشتبه تقول تقولك ابوي كان مهرج كان يرقص بالمجلس عشان اجيلها فلوس كان يسخف دمه ويعفط وجهه بالتهريج عشان اجيلها فلوس والله المجموع اللي ما يعرف اشخاص مع المعلمين قامات والله العظيم قامات اقسم بالله لو كنت موجود عندي لو كنت سميل مثلا ولا سمح الله صعب اصلا لكن لو كنت سميل والله ما اعزمك معهم اقسم بالله ما اعزمك معهم وني لا تفشل يعني وجودك بمجلسي قسم بالله شي صعب ولا تخيل فتمنى عندك حقد زي ما قلتنا المشاهير مهما كانت شهاداتهم والله يرزقهم والله بعضهم منك تستانس يعني الحمد لله يمكن لو لا شهر يمكن ما كان لهم مكسب ورزق لكن انتاجه ايجابي يا امه ضحك خلع على الضحك والتهريج شي راجع له لكن شخص حقود يطلع الغلة اللي بقلبه عشان يشتر ويرقع على ظهور ناس اليوم بدأ بالمعلمين بكرة بيبدأ بناس ثانين كل ما اركدت المياه تزيد المتابعات وزيد البحث عن اسمه وتزيد قناته باليوتيوب حطلها قناة تزيد البحث عنها وتزيد الشغل وتزيد اعلانات ما هكذا ما هكذا تاصل هدفك ممكن طرق سليمة طرق شرعية طرق نظيفة يعني يا خلك على وضعك بتفاهك وما احنا قلنا شي تهريج وتضحك وتضحكهم ما تابعك انا والله العظيم لكن تتابع اضحك الناس وما عندك مشكلة خلك على وضعك تهريج فالسالفة انك تبي تحط نفسك وتقول معلمي حطي نفسهم افهم انا شخصية لو تكلمت معك فعلا ابحث بارتفاعي عنك صحيح والله ارتفاع في مسافة بينه وبينك لاني شفت شخصيك لا تقول لي تمثيل شفت انا اقدر الان استخفى بدمي وفيه كذا رجل رجل يخاف على اهله وهالبيته بكرة سمعته وضرهم فماسك نفسه ما ينشر يومياتها يومياتي الخاصة استخفافي ضحكي الحالي باستراحة منع شباب لكن انشر للعالم كلهم يشوفون تفاتي ومستوي وحقدي انشر هذا الموضوع بيأثر عليهم بيأثر على الناس اللي بالبيت والله العظيم التاف اللي زي هذا حتى حط الله دق هل هي دين اذا هو دين انت سأتر الدين الدين لا يمكن ان يجتمع قلب شخص لا يمكن ان يجتمع فيه دين وبغض وحق على شخص ما لا يدخل فيه عندك مشكلة مع معلم نعم في معلمين يبغى لهم نقد يبغى لهم عقوبات ويبغى لهم نعم فيه هل هي مجموعة كبيرة لا والله حسب معرفتي انا ما اشوف المجموعة الكبيرة اللي نهائيا منتهين ولا فيهم خير سالفت انك تقول حفظ الطالب المعلم بيحفظ الطالب هذا يدل على دناءات شفت بعض الدروس يقولون يحفظ الطلاب انت بس تعطيها المنهج عنده نشيدة طالب يا كورتي يا قرة مثلا يمسك المعلم طالب ثلاثين أربعين طالب الفصل وكل واحد بيحفظ نشيد هذا كم بياخذ وقت على الطالب مع العلم الحصة أربعين دقيقة قل خمسة واربعين دقيقة اعطاه الوقت ودل الضائع يلا أي طالب بيحفظها مثلا بالوقت هذا كويس هذا الطالب ممتاز جدا لكن بتحفظهم على طالب طالب هذا الكلام ما يجي بالعقل فحاول تشغل مخك تعميم نغة الجهلاء وسالفت انك عممت حتى لو اعتذرت عذرك غير مقبول ولا زلت تتمنى العقاب لاني متأكد زي الأشكاء هذه هالمرة دي واستلوا المعلمين والله لن ترافعهم ولن تمنزلهم خاصة انك وين فيها فرق مسافة مع الغالبية ارجع وقول مع غالبية المعلمين فيه من المعلمين نفس شاكليتك يمكن هذا اللي انت تتكلمه يمكن نفس المستوى ممكن هذا ما علمناه انتويا تناطحون حدد معلم بعينه واجلده وحدد فئة قل انتم يا المستهترين واجلد معك ما عندنا مشكلة لكن سالفت انك تعمم والله في ناس قامات انك تمشي انتوياهم جن بعض شينا بحقهم حرفيا والله ما اقدر امشي معك لاني فعلا اشوف نفسي ارفع نعم ارفع ما عشان الشهادة عشان الخلق انا والله لو لو بنتك حور اني كاتب ابيات اللي قناها لو لو البنت ياللي داخل المجلس المهم حتى البيت لا نسيت لكن المهم والله العظيم كنت بكتب لكن لاني عارف انها بتنتشر الله عشان البنت بعد سنة سلتين ثلاثة ممكن جيها باليوتيوب فتأثر فرحمة هذا اني ارفع منك فكرحمة بالبنت الله يتمنى لها ميها شر واذا اتمنى بس انت نشرت عد يومياتك وخربيتك وتهريجك للعالم وحقدك ودنائك بالموضوع اللي امس اللي هو بالحقد فانت نشرت فالله يعينها الله يعينها بوليت والله يوفق الجميع شكرا لكم شكرا لكم